بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا وإمامنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين ثم أما بعد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب غمومنا ونسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم شافعا لنا يوم العرض الأكبر عليه وقائدا لنا إلى رضوانه وجناته جنات النعيم فإن ربي هو الجواد الكريم وإن ربي هو السميع المجيب ثم أما بعد أيها الإخوة الأكارم الأفاضل شكرا لربنا جل جلاله على كل نعماء وعلى كل فضل وعطاء وعلى كل جود وإحسان وكرم وحمدا لربنا المتصف بالجلال والكمال والكبرياء حمدا لربنا الذي كل خير نتقلب فيه فهو من عطائه ومن إحسانه يتجدد معكم اللقاء أيها الإخوة الأكارم من بيت الله العتيق من جوال الكعبة المشرفة من المسجد الحرام بعد أيام تتابعت وشهور تعاقبت في ظل هذه الجائحة والوباء الذي نزل بالناس وأدى إلى ما أدى إليه وكان مما أدى إليه ما كان بالنسبة لهذا المسجد من القرار المتخذ في إيقاف الوفود إلى البيت الحرام وذلك حرصا على سلامة هذا الإنسان المكرم الذي كرمه الله وها نحن في هذا الأسبوع وبفضل الله عز وجل ثم بما كان من توجيه كريم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده بأن تعود الوفود من المعتمرين بهذه الصورة المتدرجة التي يتحقق بها بإذن الله عز وجل عمارة المسجد الحرام والطواف والسعي والعمرة وأيضا يتحقق بإذن الله عز وجل الحفاظ على أجساد الناس وعلى صحتهم وعافيتهم ونسأل الله أن يرفع الوباء والبلاء وأن يجعل هذا البيت آمنا مطمئنا وأن يجعل هذه البلاد آمنة مطمئنة وأن يوفق قادتها لكل خير وعمل صالح أيها الإخوة الأكارم مع كتاب ربنا جل جلاله وآيات القرآن العظيم ومرحلة من مراحل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مرحلة في التواصل والاتصال والقناعة والمجادلة بالتي هي أحسن منه صلى الله عليه وسلم لفئة من الناس هم أهل الكتاب وعلى وجه الخصوص ذلك الوفد الذي وفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران وقدومهم إلى المدينة النبوية وما كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم من المجادلة والمحاجة والمحاورة والنقاش وإن القرآن العظيم يوقفنا بآياته العظيمة الجليلة على حقيقة عظمى وعلى حقيقة كبرى وهي أن هذا الكتاب الهدى الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم أنزله الله سبحانه وتعالى في فترة بعثته في فترة رسالته ودعوته في مدة بقائه صلى الله عليه وسلم من بعد البعث إلى وفاته والقرآن يتنزل عليه ونجد أن هذا التنزل على هذه الطريقة كان يتوافق مع ما يحدث من الوقائع للنبي صلى الله عليه وسلم أعطت الدلالة على أن الله عز وجل ما تخلى عن نبيه صلى الله عليه وسلم وأن الله عز وجل أيده بالحجة وأيده بالبرهان وأن الله سبحانه وتعالى كان معه في ذلك كله فكان الوحي يتنزل عليه وكان الموقف من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ذاك العبد المطيع لربه المستقيم على حكم الله جل جلاله لا يحيد عنه أبدا ولذلك جاء الإخبار أيضا في القرآن في القرآن العظيم الإخبار بأمر الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أن ما يفعله عليه الصلاة والسلام إنما هو استجابة لما جاء في كتاب الله عز وجل فهذه الآيات المباركات بهذه السورة الكريمة سورة آل عمران كان الجزء الأول والقسم الأول منها وهو يأخذ حيزا كبيرا من آياتها فيما يتعلق بهذه القضية قضية المجادلة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وفد نصارى نجران والقرآن العظيم وهو يعرض لقضاياه فإنه يؤسس لهذه الأمة الخاتمة لهذه الأمة المحمدية يؤسس لها طريقة التعامل مع الناس وكيف تكون على هدى وعلى صراط مستقيم وأيضا كيف تتبع رسولها صلى الله عليه وسلم وتسير على خطاه صلوات ربي وسلامه عليه فلذلك هذه الأمور ونحن نعرض لها فإن الحاجة إليها أعظم ما تكون وهو من الهدى الذي الله سبحانه وتعالى أنزله في كتابه وحفظه لعباده وجعله باقياً وجعل الحاجة إليه دائماً وأن الناس يكونون على هدى عندما يكونون متبعين لما جاء فيه من الأحكام والحقائق والبراهين فهذا هو كتاب الله الذي شهد له من أنزله الرب جل جلاله شهد له بالكمال وشهد له بالتمام وشهد له بالحفظ والبقاء والضمانة في ذلك فقال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون إن هذه الشهادة الربانية وهذه الضمانة الربانية لتملأ قلب المؤمن ثقة في كتاب ربه عز وجل فلذلك القرآن العظيم مفزع المؤمن في كل ما يحتاج في أمر حياته سواء كان في أمر ذاته وعلاقته مع ربه أو سواء كان في علاقته مع الناس أو سواء في تعامله مع المخلوقات فإنه في كل ذلك يفزع إلى كتاب ربه ليعرف أمر الله وحكم الله وشرع الله فيكون متأسياً بذلك كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إن هذه الآيات لتعطينا أيضاً من الحقائق القرآنية العظيمة ذاك التواصل بين الأنبياء وأنهم على طريق واحد وعلى مسار واحد وغايتهم واحدة إفراد الله جل جلاله بالعبادة وتبليغ ما أنزل الله عز وجل عليهم من الحق والهدى فهذه قضيتهم على ذلك اجتمعوا وبهذا الأمر قاموا وبلغوا وصبروا وصابروا واحتملوا وقاموا بذلك الأمر حتى لقوا ربهم عز وجل فإذن هذه حقيقة وأن التواصل بين الأنبياء جاء الكتاب الكريم ليبين أن التواصل عظيم فيما بينهم وثناء الأنبياء بعضهم على بعض وأن التكذيب بواحد منهم هو تكذيب بهم كلهم لذلك كان من أركان الإيمان الإيمان بالأنبياء والرسل أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله فكان ركنا من أركان الإيمان فلذلك نحن نؤمن بجميع الأنبياء من ذكرهم الله عز وجل في كتابه بأسمائهم أو من ذكرهم على صفة الإجمال فنحن نؤمن بهم ونحبهم ونؤمن بأنهم جاءوا بالحق ودعوا للحق صلوات الله وسلامه عليهم فإذن هذا أمر متعلق بالأنبياء فلذلك في هذه الآيات أيضا يتعزز هذا الأمر يتعزز هذا الأمر أيضا في هذه الآيات المباركات وخصوصا في هذا المقطع الذي بين أيدينا فهنا فيما يتعلق بالأنبياء جاءت قضية الاصطفاء وقضية التفضيل والاختيار وأن الله عز وجل اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين فنحن نؤمن كما آمنا بالأنبياء والرسل وآمنا وصدقنا بما جاءوا به من الحق وأنه من عند الله عز وجل فكذلك نؤمن بالتفاضل الذي الله سبحانه وتعالى جعله بينهم فنؤمن بهذا الأمر أيضا لأن الله عز وجل أخبر عن ذلك وهذا أيضا أمر وقفنا عليه كان وقوفنا في الدرس الماضي مع زكريا عليه السلام زكريا الذي كفله الله عز وجل أمر مريم مريم بنت عمران تلك الأسرة المباركة وتلك الذرية الطيبة مريم وابنها عيسى عليه السلام كلمة الله وروح القدس والله عز وجل اصطفى آل عمران والإخبار عن زكريا عليه السلام وهو أيضا نبي من أنبياء بني إسرائيل وهذا النبي الكريم فإنه كما قلنا سابقا فهو فهو من ذرية سليمان وكذلك مريم عليه السلام هي كذلك فهم من ذرية الأنبياء من أنبياء بني إسرائيل وينتسبون في نهاية الأمر إلى إسحاق ابن إبراهيم عليه السلام وإسحاق هو والد يعقوب ويعقوب هو إسرائيل عليهم الصلاة والسلام فمما يذكر العلماء وإن كان الكلام وإن كان الكلام لنصارى النجران فيما يتعلق بعيسى عليه السلام وبيان حاله وحقيقته وأنه عبد الله خلقه الله عز وجل وأن الله سبحانه وتعالى خلقه من أم بغير أب بأمره عز وجل فهو عبد الله عز وجل وخلق من خلقه وآية من آياته في أمر الخلقة كما أن الله خلق آدم من غير أب وأم فخلق عيسى عليه السلام من أم بغير أب فهي آية من آيات الرب جل جلاله الخلاق العليم فيما يتعلق بأمر الخلقة والموطن هنا بيان المكانة والفضل لعيسى عليه السلام وأن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام فإن مما أنزله الله عز وجل عليه أن عرفه بالأنبياء وعرفه على وجه الخصوص بأنبياء بني إسرائيل العظام منهم كيعقوب عليه السلام وموسى كريم الله عز وجل وداود وسليمان الذي آتاه الله عز وجل ملكا عظيما لم يؤته أحدا من قبله ولن يؤتي هذا الملك أحدا من بعده فإذن يذكر هؤلاء الأنبياء وفي كتاب الله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعرض ذلك على بني إسرائيل ليكون ذلك فتحا لقلوبهم وإعلاما بأن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يؤمن بأنبيائهم وأنه يخبر عنهم خبر الصدق والحق فإذن بهذا الإخبار علّه أن يكون ذلك مفتاحا لقلوبهم وهناك فائدة أخرى عظيمة وهي تصحيح ما أفسده من انحرف عن خط أنبياء بني إسرائيل ممن غيروا وبدلوا وحرفوا الكتاب وزيفوا التأريخ ونسبوا لأنبياء بني إسرائيل غير الحق وكان من أعظم ما كان في هذا الأمر ما تعلق بعيسى عليه السلام وما حصل من الانحراف عند النصارى الذين فئة منهم قالت بأن عيسى هو الله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وفئة منهم قالت أنه ابن الله فلذلك كان في هذه الآيات المباركات التي نزلت فيما يتعلق ببيان شأن الأنبياء ليكون فيها رد على ذاك التحريف والتزييف والتغيير والتبديل بغير الحق فيما يتعلق بتاريخ أنبياء بني إسرائيل فكان القرآن يبين الحقيقة ويجلي الأمر فيكون في ذلك دلالة على صدق النبوة على صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من هذين الوجهين على صدق نبوته من حيث ذكر الأنبياء بالثناء عليهم وبيان فضلهم ومكانتهم وما قدموا وعملوا وإيمانه صلوات ربي وسلامه عليه بنبوتهم فيكون ذلك دلالة على نبوته فهو لا يتنكر لمن سبقه من الأنبياء بل يمتثل أمر ربه عز وجل أن يهتدي بهداهم فبهداهم يقتده ثم الأمر الثاني أنه يجلي الحقائق التي تعلقت بالأنبياء ويزيل ذلك الزيف الذي لحق بتاريخهم وينقيه ويعرض ذلك التاريخ نقيا كما كان فيعطي دلالة على صدق النبوة فيكون من معالم نبوته ومن دلائلها أنه يجلي تاريخ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه وذلك بما أوحاه الله عز وجل عليه في القرآن وبما علمه من السنة البيان فلذلك كان صلى الله عليه وسلم يبين ذلك فإذا التاريخ كان مكانا وميدانا ومعلما من معالم نبوته صلى الله عليه وسلم فذكر زكريا مع أن الأمر والمقصود والمحور الرئيس هو عيسى عليه السلام لكن كما رأينا كيف كان عرض القرآن العظيم فإنه لم يأتي العرض مباشرة لذكر عيسى عليه السلام وإنما نرى كيف كانت البداية من تفضيل آل عمران وهو الجد بالنسبة لعيسى وتقديمهم على سائر أهل زمانهم في الفضل والمكانة وإذن هذه مقدمة فاتحة لقلوب هؤلاء المخاطبين علهم أن يقبلوا من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم هذا البيان وهذا البلاغ هذا البيان وهذا البلاغ ثم انتقل بعد ذلك من ذكر آل عمران بعمومهم إلى ذكر امرأة عمران ثم انتقل إلى مريم البتول عليها السلام أم عيسى عليها السلام ثم قبل أن يدخل في قضية المسيح ابن مريم عليه السلام عيسى فإنه انتقل إلى زكريا عليه السلام الذي كفله الله عز وجل أمر مريم هذا كما وقفنا عليه في الآيات السابقة ثم بدأ يتحدث عن زكريا وعن فضله وعن عقبه المبارك يحيى عليه السلام عليه وعلى أبيه الصلاة والسلام وهنا من اللطائف ما أشار العلماء قالوا أن ذكر الفضائل للأقربين ذكر الفضائل للأقربين فالحديث عن عيسى عليه السلام والبيان لشأن عيسى عليه السلام فإذا صار الكلام عن فضائل من من حوله من أقربائه فإن هذا مما يرفع مكانته والفضائل التي له إذا كان هذا من حوله هم بهذه المكانة والفضل فإذا من كان في مكان البؤرة والحديث عنه فيعطي ذلك دلالة على مكانة أعلى له فكان وقوفنا عند قول الله عز وجل عن زكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحياء مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين ونبيا من الصالحين ووقفنا عند إخبار الله عز وجل عن أوصاف هذا المولود المبشر به لزكريا عليه السلام الذي دعا ربه عز وجل بعد أن رأى ما رأى في شأن الصديقة مريم عليها السلام وأنه كلما دخل عليها المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه ثم بعد أن حصل منه الدعاء فجاءته البشارة وهنا وهي التي يعني في صدر هذه الآية الكريمة ثم وقفنا عن إخبار الله وقفنا عند إخبار الله عز وجل عن يحيى عليه السلام وتلك الأوصاف التي وصف بها وكما قلنا أن الأنبياء أن الأنبياء أن الأنبياء وأسرهم المباركة فإننا نجد أن تلك الدعوات في طلب الذرية لم يكن الأمر مرتبط فقط لكي أن تكون للإنسان ذرية وإنما المراد أن تكون ذرية صالحة طيبة لم يكن المراد أن تكون ذرية لكي ترث ما يكون عند النبي من مال بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقا فلم يكن قضية مقصود الولد لم يكن قضية مقصود الولد هي أن يكون وريثا لمال جمعه النبي وإنما المقصود أن تكون وراثة في النبوة وراثة في الصلاح وراثة في القيام بالحق والدعوة إلى الله عز وجل والصبر على ذلك هكذا كان الأنبياء عندما يسألون الله سبحانه وتعالى الذرية فذلك مقصودهم ولذلك نجد هذا الأمر هنا في دعوة زكريا عليه السلام فهو يسأل الله عز وجل الذرية الطيبة أي الموصوفة بالخلق والموصوفة بالدين فإذن يطلب ذلك الأمر من ربه عز وجل فالله سبحانه وتعالى يستجيب له دعاءه ويبشره عن طريق الملائكة الذين نادوا زكريا عليه السلام ثم يخبر الله عز وجل عن أوصافه أن الله يبشرك بيحيا مصدقا بكلمة من الله مصدقا كما قلنا وهذه التي وقفنا معها في الدرس الماضي مصدقا بكلمة من الله بكلمة من الله من المفسرين من قال بكتاب الله بكتاب الله أي الذي الذي ينزله الله عز وجل على عيسى عليه السلام وهو الإنجيل وهو الإنجيل فبكلمة من الله وهو إعلام بسبق الصديقية ليحيى عليه السلام بالنسبة من قومه لهذا الكتاب الذي سينزل على عيسى عليه السلام وهو الإنجيل ومن العلماء من قال مصدقا بكلمة من الله من سينزل عليه الكتاب وهو عيسى عليه السلام وكلمة من الله يعني أن ذلك وأن المقصود به عيسى عليه السلام لأن عيسى كانت خلقته بكلمته جل جلاله لأنه خلق من غير أب خلق من غير أب فيكون مصدقا بكلمة من الله المقصود به هو عيسى إذن هذا القول الثاني وهذا الذي عليه الأغلب من علماء التفسير مصدقا بكلمة من الله أن المقصود به عيسى عليه السلام فإذن قضية الصديقية سبق ليحيى عليه السلام بالنسبة لأهل زمانه وأيضا سبق بالنسبة لصديق هذه الأمة أبي بكر رضي الله عنه فلذلك نجد أن يحيى كان سابقا له في الزمان وهو نبي من أنبياء الله عز وجل فهو مقدم بمنزلة النبوة مع المشاركة الصديق له في قضية التصديق يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وفي هذا كما إذا نظرنا أيضا وتأملنا وما قلت وأشرت إليه من كلام العلماء أن ذكر الفضائل للأقربين مما يعطي الدلالة على الآخرين الذين هم الحديث عنهم فلذلك مصدقا بكلمة الله سواء قلنا الكتاب الذي سينزل على عيسى عليه السلام أو قلنا المقصود عيسى عليه السلام فإذا فيه بيان مكانة عيسى عليه السلام وفضله وأن الله سبحانه وتعالى يجعل من خصائص يحيى عليه الصلاة والسلام وهو أنه سيكون أول المصدقين برسالة عيسى عليه السلام وبالكتاب الذي سينزل على عيسى عليه السلام فيكون من السابقين في قضية التصديق بعيسى عليه السلام وبالكتاب الذي سينزله الله عز وجل عليه مصدقا بكلمة من الله وسيدا سيدا السيد هنا يقول العلماء يطلق السيد ويقصد به الخليفة ويطلق السيد ويراد به الفقيه والعالم ويطلق السيد ويراد به التقي ويطلق السيد ويراد به سيد المؤمنين وإذا نظرنا إلى عيسى عليه السلام وتلك المعاني التي أطلقها العلماء لكلمة السيد والاستخدامات التي تستخدم فيها نجد أن تلك الأوصاف ترتبط بيحيى عليه السلام فشرفه ومكانته وعلوم منزلته تستحق أن يطلق عليه هذا الوصف أنه سيد وعلمه وفقهه تجعله مستحقا أن يطلق عليه لفظ السيد وتقواه وعبادته وزهده أيضا تجعله مستحقا لهذا الوصف وكونه سيدا لمؤمني أهل زمانه فأيضا تجعله مستحقا لهذا الوصف مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا الحصور هنا هو الذي لا يأتي النساء وقد يكون ذلك عن عجز وقد يكون بطواعية وهنا ذكر العلماء كل من القولين ولكن الثاني هو الأظهر والأرجح لأن الذكر هنا ذكر مدح وأما من كان ذلك فيه عن عجز فهو ليس محل الثناء فلذلك الأظهر أن الحصور هنا أنه الممتنع عن النساء طواعية ويعطي ذلك دلالة على أن ذلك كان جائزا في شريعتهم جائزا في شريعتهم فإذا حصورا إذا هو الذي يمتنع عن النساء طواعية ونبيا من الصالحين فالنبوة وهي ذاك الوصف رفيع القدر للعبد فيحيى عليه السلام فهو نبي من الأنبياء نبي من الأنبياء من الصالحين من زمرة الصالحين من زمرة الأنبياء والرسل فهو واحد منهم صلوات الله وسلامه عليه وحصورا ونبيا من الصالحين إذن الله عز وجل أرسل ملائكته وبشروا زكريا بهذه البشارة العظيمة بعد دعوته الصادقة لربه عز وجل فبشروه بالغلام الذي دعا ربه عز وجل به وليست فقط البشارة بالغلام لما كان الطلب مقيدا من زكريا عليه السلام في دعائه رب هب لي من لدنك ذرية طيبة فالله عز وجل أكرمه بهذه الذرية الطيبة فإذا به يبشره بيحيى المصدق بكلمة من الله السيد الحصور النبي من الصالحين فإذن هذه الأوصاف العظيمة الجليلة كم سيكون لها من أثر على نفس زكريا عليه السلام وبطبيعة الحال أنه سيكون متشوفا مترقبا يريد أن يبادر له بهذا العطاء فماذا كان موقف زكريا عليه السلام من هذه البشارة التي جاءته من ربه عز وجل فجاءت الآية التي بعدها وهي قول الله عز وجل قال ربي أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء إذن بعد أن جاءته البشارة فإنه يدعو ربه ويقول لربه عز وجل قال ربي أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر لا نتصور من نبي أنه يقول أن يكون لي غلام لربه عز وجل وأن المقصود من هذا السؤال الشك أبدا لأنه لو كان هذا الأمر وارد ما الذي يدعوه أن يدعو ربه عز وجل وهل قضية النبوة وأعظم شيء تقوم عليه النبوة والرسالة إلا قضية الإيمان بالله والعلم بالله جل جلاله وكمال عظمته سبحانه وحقانيته جل جلاله في إفراد الناس العباد له جل جلاله وأن الله على كل شيء قدير فلذلك إذن هذا السؤال لا نتصور أن المقصود من ورائه قضية الشك أبدا قال ربي أن يكون لي غلام ولكن الأظهر في هذا السؤال أن زكريا عليه السلام أنه أراد أن يستثبت بذلك ما يزيده طمأنينة ويقينا وسكينة أن يستثبت بهذا السؤال ما يزيده طمأنينة ويقينا وسكينة بتلك البشارة التي جاءته من ربه عز وجل كما قال الله في حق إبراهيم أو لم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي فهنا أراد زكريا عليه السلام أن يمتلئ قلبه طمأنينة ويقينا وسكينة بهذه البشارة ومن العلماء من قال أنه أراد بهذا السؤال أن يزداد علما في أي شيء قالوا بمعنى أن السؤال يدور أن زكريا يقول لربه الذي بشره بالغلام كيف يكون لغلام كيف فالسؤال عن كيفية حصول هذا الولد له وهنا بدأ العلماء قالوا فمنهم من قال كيف يكون لغلام بمعنى هل سيكون من امرأته العاقر أو سيكون من امرأة أخرى وهل سيبقوا على هذه المرحلة في الضعف والكبر أم يكون إكرام الله لهما بشيء غير ذلك فلذلك قالوا أن هنا إذن هو سؤال المراد المراد من ورائه زيادة العلم هذه الزيادة تدور على طلب كيف يكون لي غلام ما هي الطريقة التي سيكون لزكريا الغلام فزكريا يسأل ربه عز وجل ذلك ومن العلماء من قال أن يكون لي غلام أنه تعجب واستعظام لمقدور الله عز وجل فإن المقصود الاستعظام أن الله سبحانه وتعالى يفعل هذا الأمر يفعل هذا الأمر قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء فإذن عرفنا ابتداء توجه هذا السؤال من زكريا عليه السلام وقلنا الأظهر أن هذا السؤال ليستثبت بسؤاله ما يزيده طمأنينة ويقينا وسكينة قال ربي أن يكون لي غلام الغلام يطلق على الشاب من الناس الذي طر شاربه بدأ شاربه وأيضا يطلق على الطفل الصغير على سبيل التفاؤل أن يكبر وأن يمد الله في عمره وذكر الغلام لأنه يكون في المرحلة التي يبدأ الأب وكذا الأم أنهم ينظرون إلى هذا الولد والأثر الذي سيجنونه من ورائه وقيامه بحقهم في موضوع البر والإعانة فإذن الغلام يطلق على الطفل على سبيل التفاؤل على سبيل التفاؤل قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر إذن إذا قلنا أن السؤال هنا لي كيف يكون لي غلام والحال ما هي عليه وقد بلغني الكبر الإنسان يبلغ الكبر بمرور العمر ولذلك يقال بلغت الكبر وبلغ من السن عتية وهنا قال بلغني الكبر قال العلماء قال العلماء فيه فائدة إظهار تمكن الكبر منه أي أن الكبر أي أن الكبر كأنه طارده ولاحقه حتى تمكن منه حتى تمكن منه فهو إعلام وإخبار عن الوضع التي هو فيها وأن الكبر في السن قد تمكن منه بما وفق السنة الموضوعة في أمر الولادة وأن الرجل يولد له في مثل تلك المرحلة أنه وصل إلى مرحلة تجعل هذا الأمر بعيدا وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر طبعا الكبر هنا لم يبين المقدار الذي بلغ من الكبر وبين في سورة مريم في قول الله عز وجل عن زكريا عليه السلام وقد بلغت من الكبر عتية أي شدة في الكبر يعني يوصف بها من بلغها من الناس أنه وصل إلى مرحلة اليبس في مفاصله وعظامه من شدة الكبر فلذلك هذا المقدار الذي بيّن في تلك الآية إذن فيقول زكريا وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر وهنا لم يذكر أن زوجته لم يذكر قضية الكبر وإنما ذكر علة هي أكبر بالنسبة للولادة من جهة المرأة من الكبر وهي أنها عاقر فهي إن كانت في وقت شبابها لا تلدو فهي عقيم فكيف بعد كبرها فاجتمع في امتناع الولادة أنها عاقر وأنها كبيرة في السن وامرأة عاقر فإذن هو يصف الحال يصف الحال وكما قلنا ليس عرض الحال هنا أبدا لقضية الشك وإنما هي لقضية أنه يريد أن يستثبت بهذا السؤال أن يستثبت بهذا السؤال ما يزيده طمأنينة ويقينا وسكينة بتلك البشارة التي بشر بها وأنه سيكون له ولد مع أن الحال ما ذكره وأشار إليه فيريد أن يجد هذه الطمأنينة ويزداد طمأنينة أو أن الأمر هو كيف سيكون والحال ما ذكر والحال ما ذكر فيأتيه الجواب قال كذلك الله يفعل ما يشاء كذلك الله يفعل ما يشاء الكاف للتشبيه وذلك إشارة إلى الفعل أي مثل ذلك الفعل وهو تكون الولد تكون البلد الولد بين الفاني والعاقر الشيخ الكبير الفاني في يعني الضعيف عرط والعاقر المرأة التي لا تلد وهي عقيم يفعل الله ما يشاء من الأفعال العجيبة الغريبة ورضح فيكون سبب إيجاد هذا الولد تعلقه بالإرادة بإرادة الله عز وجل تعلقه بإرادة الله عز وجل فإذن هنا يقول قال كذلك الله يفعل ما يشاء فماذا كان موقف زكريا من هذا الجواب قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار قال رب اجعل لي آية والآية مرت علينا أكثر من موطن والآية العلامة أي اجعل لي هنا علامة لوقت الحمل اجعل لي علامة لوقت هذا الحمل ليظهر السرور علي وأنه بسؤاله كأنه يتعجل السرور بتلك البشارة فيقول رب اجعل لي آية أي آية تدل على حصول هذا الحمل قال رب اجعل لي آية وهنا نجد سبحان الله تكرار الدعاء بلفظ الربوبية بلفظ الربوبية قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا فالله عز وجل استجاب له الدعاء فدعاء بعد دعاء وسؤال يأتيه جواب فالدعاء الأول جاءته البشارة والسؤال الثاني جاءه الجواب ثم الدعاء الثالث قال رب اجعل لي آية فيأتيه أيضا الاستجابة قال آيتك ألا تكلم الناس وهنا سبحان الله آيات القرآن تبين لنا علاقة هذا الرب مع العبيد فالله هو السميع والله هو المجيب وأن صلاح العبد وطاعته وخضوعه لربه ودعاؤه وإفراده الله جل جلاله بالدعاء والدعاء بالصدق والدعاء بالحق وبالأمر الطيب فهذه أمور مظنة الإجابة فنتعلم حقيقة منه ونحن نقرأ هذه الآيات ما هي علاقة الرب مع العبيد فهي علاقة عطاء علاقة منه علاقة إنعام علاقة إحسان فالله هو الكريم جل جلاله والله هو الجواد سبحانه وتعالى والله هو المجيب فلذلك زكريا يدعو والله عز وجل يستجيب لدعائه قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا ما هي الآية التي ستستدل بها هي أنك لن تستطيع أن تكلم الناس مدة ثلاثة أيام لا عن مرض ولا عن بكم وإنما هي آية لزكريا عليه السلام يدرك بأن الآن البشارة تحققت والحمل في بطن أمه قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا فإذا أراد أن يكلمهم لا يستطيع إلا رمزا إلا يكون ذلك بالإشارة سواء كانت باليد أو سواء كانت بالرأس أو سواء كانت بالشفتين وهذه أقوال ذكرها علماء التفسير أن المقصود بالرمز هنا منهم من قال هي حركة الرأس ومنهم من قال حركة اليد ومنهم من قال حركة الشفة والقصد أن سيكون علاقته مع الناس هي علاقة الإشارة وليس الكلام فسيمنع عن الكلام ويكون ذلك عن غير مرض ولا بكم ومنهم من قال أن الامتناع هنا والآية أي أنه يمتنع عن الحديث طواعية ومنهم من قال تكون تلك الطواعية بالصيام وأنه كان في شريعتهم أن من صام لا يتكلم ولكن هذا القول مردود لأن الصيام في النهار فمن صام فإذا جاء الليل وقد جاء في آية أخرى في سورة مريم على أن الثلاثة الأيام ثلاثة سوية أي كاملة فإذا ثلاثة أيام إلا رمزة فيكون تواصله مع من حوله بالإشارة لا بالكلام وتلك الآية واذكر ربك كثيرا أي أن ذاك الامتناع سيكون من كلام الناس لا من ذكر الله عز وجل فإذا أراد أن يذكر الله تمكن من ذلك وإذا أراد أن يحدث الناس لا يتمكنوا من ذلك فلذلك هذه الآية في مدة الثلاثة الأيام وهنا سبحان الله العظيم لطيف بين الأول والثاني الأول عندما في قول زكريا عليه السلام وهو يدعو ربه قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر فهنا ننظر وهنا سبحان الله العظيم أن حاسة اللسان موجودة وهي القدرة على الكلام فيقع الامتناع والمنع فلذلك كما أن الله يمنع نفوذ الأسباب مع وجود الأداء فإنه يوجدها بدون أسبابها ففي الأول بدون أسبابها فالمرأة عاقر والرجل طاعن في السن والله عز وجل يوجد ذلك الأمر وهو المولود وهنا اللسان موجود وصحيح ويتكلم ثم لا يطيق الكلام مع الناس فإذن كل ذلك ليدل على أن الأسباب كلها مندرجة في قضائه وقدره جل جلاله ولذلك هذه لطيفة في التقابل بين هذه الآية وما قبلها قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا فإذا أراد أن يذكر الله تمكن وأما إذا أراد أن يحدث الناس لا يتمكن وهذا في مدة الثلاثة الأيام وهي أيضا تعطي دلالة على أن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه عز وجل أن يذكر الله هذه واحدة الثانية أن أعظم طريق للشكر هو ذكر الله بالحمد والثناء عليه جل جلاله أن أعظم ما يكون به الشكر والحمد على النعمة إنما يكون بذكر الله عز وجل فإذن هي مقابلة وبين عطاء جاء من عند الله فيقابل العبد العطاء بذكر الله سبحانه وتعالى واذكر ربك ربك فهو ربك الذي أعطاك وأيضا هنا فيه ثناء على زكريا عليه السلام حيث أضيف لفظ الربوبية عليه فقال واذكر ربك ثم كثيرا أي ذكرا كثيرا لا يتوقف الإنسان عن ذكر الله عز وجل وسبح بالعشي والإبكار أي اذكره ذكرا كثيرا وسبحه تسبيحا أيضا كثيرا ولذلك قال بالعشي والإبكار فالعشي من حين الزوال زوال الشمس إلى أن تغيب ثم الإبكار من حين طلوع الفجر إلى وقت الضحى فإذا كأن يومه سيكون في ذكر لله عز وجل وسبح بالعشي والإبكار فإذا هذا أمر الله عز وجل لزكريا عليه السلام أنه إذا ظهرت تلك الآية عليه فإنه مطالب بأن يكثر من ذكر الله وعندما نلاحظ يعني هذه المدة الزمنية التي ذكرت بالعشي والإبكار والتي سيدخل فيها جل النهار جل النهار إذن بمعنى أنه في تلك الأيام التي ستظهر عليه تلك الآية يكون من شأنه أن يجعلها كل تلك الأيام عامرة بذكر الله عز وجل عامرة بذكر الله عز وجل فإذن ذكر الله سبحانه وتعالى مطلب الإكثار منه مطلب وعندما يكون هناك نعمة ظاهرة وعظيمة من الله عز وجل على العبد فإنه ينبغي أن يقابلها بالإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى ومن تسبيحه جل جلاله فإذن هذا الأمر الذي ذكر هنا بعد البدء بقصة امرأة عمران والنذر الذي نذرته ثم حصول المولود وهو مريم عليه السلام ثم كيف أنها وفت وسلمت تلك المولودة للمعبد ولرجاله الذين يقومون على أمره وكيف أن الله عز وجل اختار لها زكريا ثم الدخول في قصة زكريا عليه السلام بما يعود بما يعود على آل عمران بزيادة بيان المكانة والفضائل التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهم فكيف اختار لمريم الصديقة زكريا عليه السلام هذا النبي الكريم هذا النبي الكريم وكيف كان يقوم بهذا الأمر كما أراد الله سبحانه وتعالى ثم أخبر عن فضل زكريا وفضل ابنه يحيى عليه السلام بما يعود كما قلت ببيان الفضل والمكانة لمريم عليه السلام فبعد أن ذكر هذا القصة زكريا يعود بعد ذلك الخطاب إلى مريم عليه السلام فيقول الله سبحانه وتعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة الاصطفاء الذي هو الاختيار اختيار تميز اختيار فضل ومكان فالله عز وجل ذكر الاصطفاء لآل عمران لكي يتبين أن اصطفاء آل عمران إنما المراد منه ما سيأتي وهو الاصطفاء الأعظم من آل عمران وهو اصطفاء عيسى عليه السلام لكن ننظر كيف اصطفاء الأسرة آل عمران ثم اصطفاء بعد ذلك الإخبار عن زوجة عمران وكيف تبين مكانتها وعبادتها وعلاقتها مع ربها عز وجل وكيف وفاؤها ثم انتقال إلى ابنتها وهي مريم فأيضا يكرر قضية الاصطفاء فهو اصطفاء من اصطفاء من اصطفاء ثم إذا رأينا أن ذلك من ارتباط بالأنبياء وهي من من تناسلت منهم مريم سليمان عليه السلام ابن داود ثم إلى يعني يعقوب ثم إلى إسحاق ثم إلى إبراهيم عليه السلام فإذا هذا الاصطفاء الذي الله سبحانه وتعالى اصطفى مريم عليها السلام واختارها وفضلها على نساء العالمين فإذا الله سبحانه وتعالى إذن نقف عند هذه الآية ونكمل في درسنا القادم بمشيئة الله وصلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر